بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم في رابط Revision of the Anatomy of the Upper Limp No. 3 Revision 3 هنتكلم فيها على Structures and Regions of the Upper Limp هنبدأ نجمع فيها مجموعة من Structures كده هنبدأ بالكلافي بيكتورال فيشيا إجزيلا إنترمسكولر سبيسز روتيتور كاف ماصيلز كيوبيتال فوسة فليكسوريتاناكلم إكستنسوريتاناكلم بالمر أبنيروزيس وأنا ننتهي به اللي هو الأناتوميكال سناف بوكس وأول حاجة هنبدأ بها دلوقتي هي الكلافي بيكتورال فيشيا طيب عبارا إيه كلافي بيكتورال فيشيا ديت نحنبدأ الحقيقة بسؤال على الصورة اللي هنحن شايفينها ديت دي كده منطقة اللي هو البيكتورال ريجون وسؤالي إيه هي المصل الوحيدة اللي مش موجودة هنا في الرسمة ديت كنت قاعد يفكر كده برافو كده أنا سامع الإجابة صح هي البيكتورال فيشيا يبقى أول نقطة نبقى عافينها إن البيكتورال فيشيا دي بره اللعبة خالص لأنها بتعمل كفر للكلام ده كله يبقى موقع الكلافي بيكتورال فيشيا ديت بتعمل إيه بكلافي بيكتورال فيشيا نقطة العضلتين البقيين عندي في منطقة البيكتورال ريجون وبتدت تغلفهم تغلفهم إزاي يا سيدي هي عبارة عن ميمبران غشاء له طبقتين كأنه كيس كده بالزبط له طبقتين من فوق خالص هيلاقي العضلة اللي عندي الصغيرة اللي اسمها سبكليفياس هيحصل سبليتنج كده هو تقوم بتعمل إيه بيكتورال فيشيا ديت وهتإنكلوز ميم اللي هو السبكليفياس طب بعد السبكليفياس المنطقة دي مفيش فيها عضلات يقوموا الطبقتين يلزقوا في بعض ويبقى كأنهم طبقة واحدة وياخدوا اسمه معين اسمه إيه؟ اسمه كوستو كوراكويد ميمبران طب وهي نزل تحت شوية هتلاقي عضلة تانية اسمها بيكتورال فيشيا ماينور هيحصل لها إيه تاني؟ هتتفلق يحصلها سبليتنج تقوم بتعمل إنكلوجيا ليه؟ البكتورال فيشيا ماينور من قدامه من وراء طب بعد البكتورال فيشيا ماينور مش لاقي حاجة تاني تقوم تتحول إلى طبقة واحدة يلزقوا في بعض ويتغير اسمها يبقى اسمها ساسبينسوري ليجمنت أو زي أجزيلا ليه؟ لأن الساسبينسوري ليجمنت ده اللي هو الطبقتين اللي لزقوا في بعض وأصبحوا طبقة واحدة مسكة فيه الفلور بتاع الأجزيلا طيب عشان نفهم أكتر وأكتر وأتأكد إن الفيشيا ديت عاملة كفر من قدامه من وراء للسبكليفياس وللبكتوراليس ماينور هناخد اللي هو بارا ساجتان سيكشن زي ما أنا رسمه هنا كده أنا الرسمة دي بتبين لي كإني شايف إن المصص ديت متغطيها بالفيشيا من قدام بس وبص هنا برضو على الصورة الجميلة دي بص عبارة عن كيس نايلون وهو مغطيلي اللي هو المصص ديت طب أنا عايز أتأكد هل هو مغطي من قدامه من وراء ولا لا فبنعمل اللي هو البارا ميديان سيكشن دوت حيبان عندي المنظر ده أعيد من تاني بسرعة قادي السبكليفياس متغلفة من قدامه من وراء المنطقة اللي تحتها دي اسمها كوستو كوراكوريد ميمبران بعد كده أغلف التاني اللي هو البكتوراليس ماينور أعمل كوريليشن بالصورة دي مع دي طب بعد كده عند اللواء بودر بتاع الطبقتين التاني اتحدوا مع بعض واعملوا لي ساسبينسوري لجمانتو في أجزيلا which is attached to the axillary fascia يبقى الابر كونتينوتي بتاعت اللي هو الكلافي فيكتورال فيشيا دي وصل غاية الكلافيك اللي هو تمسك فيها ونهيتها من تحت خالص بتعمل لي اللي هو الساسبينسوري لجمانتو في أجزيلا اللي بيمسك فيه البيس بتاعت الأجزيلا طب السؤال الشغير بتاعنا بقى اللي بتعمل piercing بتخرم الكوستو كوراكوريد ميمبرين ايه هو الكوستو كوراكوريد ميمبرين ده اللي هو الابر بارت بتاعت الكلافي فيكتورال فيشيا اللي احنا قلنا بناخد هم عبارة عن اللي هم بيمثلوا ايه اول حاجة الكيفاليك فين وبعدين ثوراكو اكروميال ارتري والنرف بتاعنا لاترال بيكتورال نيرف واخر حاجة مجموعة من الليمفاتيك فيزلز وخلي بالكم هنا انا بقول لاترال بيكتورال نيرف يعني مش ميديال عشان تكات المالتو بتشويز كوتشانز تاني حاجة برضو نبقول هنا كيفاليك فين او سيفاليك فين مش بازيليك فين برضو علشان التكات بتاعت المالتو بتشويز كوتشانز وكما تعودنا لازم نختار صورة رائعة نحطها بعد كل شرح بتاع كل ريجون دي صورة اطلس الحقيقة جميلة جدا ميبينالي الشكل بتاع الفيشيا دي كده بص من قدام اروت وادي السابكليفياس ادي بكتوراليس ماينور ادي منطيت الكوستوكوراكوريد ميمبران الحتة دي اسمها ساسبينسوري ليجامينت اوف زي اجزيلا وصلنا الى الاجزيلا طب هي عبارة عن ايه الاجزيلا هي عبارة عن بيراميدال شايفد سبيس بس دي اينما بقول دايما البراميد ده الايبكس بتاته مفتوحة من فوق طب موجود فين الاسبيس ده موجود بين الابر بارت الابر لاترال بارت اوف زيتشيستوول والابر بارت اوف زي اارم اللي هو بيسموه الارم بت الحفرة لمنطقة الابط طب البراميد بتاعنا اللي هو الايبكس مفتوحة ده اوصفه بقى له ابكس مفتوحة من فوقها حتى لايه اسم تاني اسمها سيرفايكو اجزيلاريكانال ولو من تحت اروت حاجة اسمها البيز وبعدها كده لاترال وال وده كده ميديا ال وال وعن وانا بص من قدام ده كده الانتير وال واللي من وره بقى ده بقى دوتل ده بيهما السلي البوستيريور وال دعا نشوف الباوندرز بتاعت الاجزيلاري هاجب لكم شكله انيميتد كده علشان نعمل كوريليشن له مع كل ايتم نحنقولها بص منطقة الاجزيلاريكانال اهيات ادي الانتير وال وبعدين من وره عندي البوستير وال وبعدين طعم ميديا ال وال والابر بارت بتاع الارمالاترال وال والايبكس بتاعتي الليها سيرفايكو اجزيلاري كنال شايفها من فوق اهيات ونبدأ عندنا بي الايبكس الليها بلس بقول اسمها سيرفايكو اجزيلاري كنال اهي البونز بتاعتها الاوتر بوردر بتاع الفيرس تريب الابر بوردر بتاع الاسكابلاء وبعدين اللي هو الباك او البوستير سيرفاس بتاع الميديا بارت او الميديا تو سيرتز بتاعت الكلاف كنال ادي الايبكس اللي اسمها سيرفايكو اجزيلاري كنال طيب هاخد الانتير وال هو جدار الانرامي دو اهيه اللي بيعمله اما هاخد برضه اللي هو بارا ميديا سيكشن هليه بيتكون من سوبارفيشال لير وديب لير السوبارفيشال لير بتتكون من بكتوراليس ميجور والديب لير بتتكون من سبكليفياس كوستو كوراكوريد ميمبرين وبعدين البكتوراليس مينور ننتقل الى البوستيرول اللي هو الجدار الخلفي بتاع الاكزيلاري بتعمله سبسكابلاريس وبعدين تيريس ميجور والتي يسمى الدورسال هناخد الميديا الوول اللي هو بيمسيلي جزء من التشيستوول هنلاقي عندي الابر فور ريبس الريبس بتمسك مع بعضها بمجموعة من العضلات القصيرة كده اسمها انتركوستال المسلز ومتغطية من بره بالسيريتس انتير اساسا اللي هو الابر ديجيتيشنز من السيريتس انتير مصر يبقى عندي اللاترال وال بيكون من الابر بارت بتاع الهيومرس والشورت هيد بتاعة البيسيبس ومعاها الكوراكو بريكيالس مصر يبقى احنا كده خلصنا كل الباوندرس بتاعة الاكزيلاري هو سلايد واحدة او مجموعة من الرسومات المكونة فيه السلايد ديت ياريت يا جماعة نبدأ بعد انا ما قلت دلوقتي نوقف الفيديو هنا وكل واحد يبدأ يسمعهم لنفسه بسرعة طيب بعد ما درسنا الباوندرس بتاعة الاكزيلار تعال نشوف بقى اي الكونتينتس الموجودة في الاكزيلار هاي اي حاجة في كلمة اكزيلاري بتكون موجودة جوه مين جوه الاكزيلار بتاعمل ريفيو كده مع بعض عندي اللي هو الاكزيلاري ارتري اكزيلاري فين وبعدين اكزيلاري لمفنوردز وبعدين اكزيلاري تيل اوف زي بريست زي بقول دايما اه البريست اللي هو المامري جلاند اللي هو السادية طالع منه حتة كده وصل غاية الاجزيلاري اسمها اكزيلاري فات ومجموعتين من النيرفز الكوردز بتاعت البريكيال بليكسس عشان دايق حتة دي مهمة جدا انه مرحلة من البريكيال بليكسس اللي بتعدي من في منطقة اللي هو الاكزيلاري زي نفسها اهيط اللي هي مين يا جماعة الاكزيلاري كوردز اوف زي بريكيال بليكسس واللاتر كوتينيس برانش بتاع الأبر سري انتركوستال نيروس المحطة اللي جاية هي الانتر مسكولر سبيسيس هي انا مجمع كل ما يخص الانتر مسكولر سبيسيس هنفهمه هنا ان شاء الله من السلايد دي في حاجة يعني انا ملاحظة جدا يعني انا حاس ان كل الطلبة اصبحوا بيحبوا الانتر مسكولر سبيسيس دي معرفش ليه طيب فكرة ايه يا جماعة انما بعمل ابداكشن شوية كده الابا لمب بيبتدي يحصل عندي شوية سبيسيس بين العضلات الموجودة في الباك هنا عشان تسمى انتر مسكولر سبيسيس واعتقد انا متصوى صوابع الصورة الشهيرة بتاعتنا اللي كل واحد بيعملها الرايت هاند سبعين فوريزينتل والليفت هاند سبعين هوريزينتل اللي هو المنظر اللي قدامنا ده طيب انا هنا مطلوب مني اعرف ايه مطلوب مني اعرف الباوندرس والكونتينتز بتاعت كل واحد من الاسبيسيس بصراحة انا شايف الصورة يعني غنية عن اي كلام كنتوا فكر ان ما قلهمش خالص بس نعمل بسرعة كده عندي مثلا القوادرانجولر سبيس حيقى محط بايه التيريس مينور وميجور وعلى لونج هيد اوف تراي سيبس مش باي سيبس لونج هيد اوف تراي سيبس وبعدين الهيومرس طب اللي بيعدي في القوادرانجولر اعتبر ترايانجولر سبيس او ميديال ترايانجولر سبيس عشان ما اقارن بينه وبين ترايانجولر باي elephants داي محط بايه اللونغ هيد اوف ترايس والهيومرس ويه اللي هو التيريس ميجور طب احنا قلنا قبيلة التاس نقوم بقى الى اتنين دولار ببعض الابرد ترانجلر اسباس مفيش فيه غير برانش واحد اسمه ومطلوب منك دلوقتي تقولي ده جاي منين واللي هو ترانجلر اسباس فيه اللي هو البروفاندا بريكياري فيزلس واللي هو ومطلوب منك برضو تقولي البروفاندا بريكياري ارتري ده جاي منين طبعا الاسئلة بتاعتنا هنا ملهاش نهاية بسقالي على الباوندرس او الكنتينتس ده مش كده بس دول بيساعدوني اما يكون بذاكر الكورس بتاعت النيربس والفيزلس بيساعدوني ان انا بقى عارف المسار بتاعهم دي محطات رئيسية من اللي بيمروا فيها طب ليه برضو ملحوظة هنا الناس اللي هي بتلعب حديد وبتقوي عضاتها جدا ساعات المسل دي بيحصل فيها هايبرت في يعني بتتدقم لدرجة كبيرة جدا لدرجة الناس عاب بتضغط على بعض النيربس الموجودة هنا وتدي بعض الاعراض يعني مثلا لو قال لي واحد مسكولة وبيلعب جيم ومش عارف ايه وبعدين ابتدى يحصل عنده ضعف في الابدكشن من 18 الى 90 يبقى هنا الضغط على الاكزيلاري نيرب اللي هو بيغازي اللي هو الدلتويد مسل اللي هي الميدل فايب ازا بتاعاتها بتادي الفونكشن اللي انا قدتها دي ده يعني واحد من الاسئلة على سبيل المثال محطة اللي بعد كده وهي روتيتور كاف موسلز وعاوز اقول اسمها بالعربي اسمها العضلات مدور الكاتف ايه فكرة العضلات دي يا جماعة ان انا لو جبت كده اربع صوابع زي ما قدامنا على الرسمة كده وبتدى حط صوبع على اللي اذا توبريستي والتلات صوابع التانية من فوق لتحت على تلاتة امبريشنز او تلاتة ارياس من فوق لتحت على الجريتر توبريستي يبقى انا كده صوابع دي بتمثل انسيرشن وبتمثل اربع عضلات اللي هما ايه يا شطار اللي هما من قدام عندي السابسكابولاريس او مسكف اللي اذا توبريستي من فوق عندي السوبرا سباينيتاس طيب من ورا بوستيرلي هيا عندي عضلتين اللي هما ايه اللي هما الانفرا سباينيتاس والتيريس مينور يبقى نبدئيا بأكد عليك ان التيريس ميجور ما هياش واحدة من الكنتنس بتاعت الروتاتور كاف مصدس طيب يا طيب ممكن نستنبت ايه الاكشن وايه سبب التسمية الحقيقة اللي اتنين مرتبطين ببعض روتاتور كاف مصدس اللي هي عضلات مدور الكاتف وظيفتهم لما بيعملوا كاف بيعملوا غلافة غلافة على اللي هو الهيد بتاعت الهيومرس الغلافة دي الناحية الوحيدة اللي مش مكتملة فيها هي ان فيولي فايداتها ايه الغلافة ديت بيفضلوا مثبتين لي الهيد بتاعت الهيومرس ان كونتكت مع الهيومرس اثناء الموفمينت بتاعت الهيومرس نعبر عنها بقى بالانجليش بيعبارة كاملة على بعضها زي كيب زي هيد اف زي هيومرس ان كونتكت وز زي جلينويد كافيتي امتا؟ دورينج موفمينت اوف زي شولدر جوينت هعيد نفس السياق وليسه شايفين الرسمة دي بس هتطلع بقى رسمتين بقى عضلات مكبارة اهيت بتبين لي اللي هو ايه هي الروتيتور كاف مصدس ادي السابس كابولارس من قدام من فوق سوبراس باينيتس ومن ورا ادي الانفراس باينيتس والتيريس ماينور لايه هنا ملحوظتين اول ملحوظة وهي هنا هو بنسمع ناس كتير جدا عندها مشكلة وبالذات الجماعة الرياضيين واللي بيستخدموا كتير جدا الشولدر جوينت سعابة عندهم مشاكل معينة يقولك انا عندي الم في كتفي وبعدين بعد كده عملت ام ار اي عندي قطع في الوطر انت تقول الله ايه اللي جاب قطع للوطر ده ايه اللي يخلي الوطر من دولة تتقطع اكتر عضلة معرضة تكون ترماتايز في الروتيرتور كاف مصر زيت اللي هي السوبرا سباينيتس ليه؟ لان التندون بتاعها بيعدي تحت قرش يعني قرش يعني حتة لجامنت بيوصل ما بين الكوراكوري بروسيس والأكروميون بروسيس اسمه كوراكو أكرومي القرش فبتبقى الكنال اللي بيتحرك فيه هنا ديئة فما ساعات بيحصل اي انفليميشن او اي اريتيشن للتندون ده يبدأ يحك يحك في القرش ده يبدأ يتنسل يتفتول يتقطع حتة بحتة ساعات بيحصل كومبليت تير للسوبرا سباينيتس تندون ديبتو زا كوراكو أكرومي القرش عشان كده الناس بتعمل اشعة يقولك ده الدكتور قال لي عندي قطع في جزء او كلي في واحدة من العضلات بتاعت الكاتف اللي هما مدور الكاتف دي كانت معلومة بس حبيت اقولها المحطة بتاعتنا وصلت الى منطقة الكيوبيتال فوسة وتعالوا نشوف كده فين هي الكيوبيتال فوسة ديت وإيه البونز بتاعتها طبعا هي المنطقة المسلسة اللي هي انفرونتو زا قلبو اللي انا بشارع عليها ديت إيه البونز بتاعتها طبعا الميديا البودر بتاعتها بتعملها عضلة اسمها برونيتور تيرس واللاتر البودر بتاعتها بيعملها لي البريكيو رادياليس غير كده ما اكتملش عندي المنظر الترنجلر بتاعنا طب الضلع الثالث من اللي هيعمله هو عبارة عن إماجناري لاين بيوصل بتوين التو إبيكندايز طبعا عارز أكد أن الإيبكس هي عبارة عن ما بين اللي هو البريكيو رادياليس تندون والبرونيتور تيرس مصر طب الفلور بقى بتاع اللي هو الكيوب تلفوسة اللي بيعمله عضلتين ميديالي بريكياليس ولاترالي السوباينيتور مصر خليك فكر دايما اللي بقولك السوباينيتور السطح بتاعها إز أبونيروتك يعني لونه مبيض وبيخرمه أهوة دي رائعة والله رائعة بص يا جماعة الريديال نيرف الترميناشن بتاعته وينقسم إلى متغطي بالبريكيو رادياليس وديب ترمينال برانش اللي هو البوستير انتر أوسياس نيرف بيخترق بيعدي من خلال السوباينيتور مصر عشان يوصل لمن للبوستير كومبارتامنت طب ايه بقى الكونتينتس المكونات الموجودة في الكيوبيت الفرسة عندي حناخدتهم من الميديال إلى لترل طبعا يفضل نحفظهم بنفس الترتيب ده أول حاجة اللي هو الميديان نيرف ميديان نيرف وبعدين بعدين على طول البريكيال أرتري بينتهي راوت هنا وينقسم إلى عند الليفل بتاعت النج بتاعت الريدياس ما كان عندي التندون بتاع البايسبس وعلى فكرة التندون ده لو انا بحس كده عند منطقة الكيوبيت الفرسة بحسه عامل زي من كنتم هو ناشف بيبعمل زي العظمة وده يعتبر انديكيتور واحنا بقيس الضغط بحس الحتة العاملة زي العظمة ديت اللي هو التندون ده ميديا ليه على طول بحط السماعة عندي وابدأ ادخل في البروسيس بتاعت اياس الضغط اخر مكون عندي وهو الريديان نيرف وده ما يعطباش واحدة من الترو كونتنس لان ما بيحصلوش اكسبوجة لما ابدأ اعمل لانهم اتغطي بيه اللي هو البيكيودياليس اما ابدأ ازيح كده البيكيودياليس يبدأ ايبانا عندي اللي هو الريديان نيرف عشان كده ما هوش اكسبوجد زي بقييت الكنتنس بتاعت الكيوبيتال فصة علشان كده بعتبره فولس كونتنت ما هوش واحد من الترو كونتنس بتاعت الكيوبيتال فصة طب وصلنا الى الهاند وصلنا الى ما يسمى به الفيليكسور ريتاناكلم ايه هو الفيليكسور ريتاناكلم ده؟ انا ببكس جدا لو تراهزوا في الرسومات اللي بعملها اني لازم اقولك الفيليو بتاعت الدياجرام دي عبارة عن ايه؟ فالشخص ده الايد عاية عاملة كده وانت وبص من قدام من هنا هي عبارة عن بريدج كبري بيعدي منه موينة من الفور ارم الى الهاند الكبري ده فيه عربيات بتعدي من فوقيه وفيه عربيات بتعدي من تحته نبدأ بأول حاجة عندنا الكبري ده عشان يبقى ماسك نفسه هو عبارة عن ايه؟ وماسك في ايه؟ هو عبارة ماسك في ايه؟ ماسك في الكربال بونز يا سلام كلها؟ لا طبعه هو ميديالي ماسك في اخر عظمتين ميديالي اللي هما ايه؟ اللي هما البيزي فورم والهوك الرأس فرات الخطاف اللي طلع من عظمه اسمها هميت طيب ولا تعلي عن ناحة تانية ماسك في عظمتين تانيين اللي هما ايه لا؟ كريست بتاع الترابيزيوم والتوبركل بتاع السكافوريد طيب ايه بقى الريليشنز؟ لسه من الوقت فيه عربيات بتعدي من فوق الكبري وعربيات بتعدي من تحت الكبري هل حضرتهم في جدول ونشوف كده السوبرفيشل ريليشنز ولازم نحفظها فروم نيديال تولاترال بالنسبة للسوبرفيشل ريليشنز اول حاجة عندي هي الالنر نيرف جنبيه على طول ألنر أرتري وبعين بقى كده عندي اللي هو بالمر كوتينيس برانش بتاع الألنر نيرف وبعدين التندوم بتاع العضلة حبيبتنا كلنا اللي هي البالماريس لونجس العضلة بتاع الإعاقة وبعدين بالمر كوتينيس برانش اوف زا ميديا نيرف واخر حاجة سوبرفيشل بالمر برانش اوف زا ريديال أرتري دول كانوا اللي هو السوبرفيشل ريليشنز وطبعا عندك هنا لعبة في اسقية الامسي كيو زي ما انت عاوز طب ناخد بقى اللي بتاعدي من تحت اللي بتاعدي من تحت ديب تو زا فليكسور تناكلة عندي اول حاجة التندوم بتاع الفليكسور كاربايا رادياليس وده بيعدي في سبيشيال كومبارتمنت على المست لاترال بارت ديب تو ده فليكسور تناكلة طبعا المنطقة اللي لها تحت الفليكسور تناكلة دي اسمها كاربال تانيل تاني حاجة عندي الميديان نيرف بعد كده عندي التندوم بتاع الفليكسور بوليشز لونجس يبقى عندي بقى التندوم الطويلة بتاع الصوابع اللي هم الفليكسور ديجيوتورم سوبرفيشياليس وفليكسور ديجيوتورم بروفاندس انكلوزد ان اي كومون ساينوفيال جيس اللي مش فاهم عن ايه ساينوفيال جيس برضو اعتبر كأن كيس نايلون هم قولك كيس نايلون يعلوه طبقتين بيغلف لي التندوم طبعا فايدته عشان يحميه تسجسد بروتيكشن فروم فريكشن من الاحتكاك وصلنا طبعا الصورة الرائعة اللي انا مختارها لكم اللي بيبين لي الشكل بتاع اللي هو الفليكسور ديجيوتا ناكلم بص شكل الاسلاكشة زيورة عادي من تحتيه وبص هنا ركز لي على الالنر نيرف والالنر أرتري في حتة كده حقولها بس يعني هي بص جديد شوية ان الالنر نيرف والالنر أرتري ده انا بقول لكم هما سوبر فيشال تويزة فليكسور ديجيوتا ناكلم ان هما اكتولي هما كافر ديباي في شوية فايبازم الفليكسور ديجيوتا ناكلم بيغطوهم وبيعملوا حاجة اسمها كانال اوف جايون طب ايه بقى الفايدة بتاعة الفليكسور تناكلم اعتقد الصور هنا بتتحدث عن نفسها والله لو مفيش الفليكسور تناكلم ده سيادتك عادي تتني ايدك كده هتلاقي التندونز ابتدت تتدلى لتحت كده هت مفيش حاجة تمسكها لي في مكانها مفيش حاجة تربطها لي مكانها مين اللي بيقفل عليها كده هو الفليكسور تناكلم يبقى الفاقشة بتاعت الفليكسور تناكلم او الاكستنسور تناكلم it keeps tendons in their position امتا؟ during movements of the muscles او of the tendons او of the hands زي ما عندي فليكسور تناكلم عندي برضو حاجة اسمها اكستنسور تناكلم الحياة هو نفس الفكرة بتاعتنا ايدي الدورسن بتاع الهند هو بس بيختلف عن الفليكسور تناكلم ان هو ماشي بصورة oblique شوية بصوا اعمل كده بصدبط يلا نرسمه بقى هو موجود oblique اهوت بيربط ما بين ايه وما بين ايه medially بيمسك فيه busy form with tricuitral bones and laterally بيمسك فيه lower part of the anterior border of the radius طب لاحظ هنا انه ومش ماسك في الالنا ليه؟ لو ماسك في الالنا هاتيجي تعمل subination و pronation مش هيعرفوا يتحركوا العضبطين لفوا على بعض من تحت وعطت لغبط الدنيا فهو كن هو مش ماسك هنا definitely في الالنا ده to allow for free movements اللي هي بتاعت subination و pronation تعالا نشوف relation بتاعته بقسمة الى superficial relations و deep relations نبدأ دوقتي بال superficial relations والحقيقة superficial to it عندي بدايتين و نهايتين ايه البدايتين اللي عندي؟ هو بداية veins الاساسية بتاعت الأبرلمب superficial طبعا اللي هم ايه؟ اللي هم بازيليك فين والكيفاليك فين طبعا لاتلي الكيفاليك او السيفاليك وميجيالي البازيليك فين طب نهايتين بتوع ايه؟ بتوع اتنين nerves واحد فيهم اللي هو superfacial terminal branch بتاع والتاني اللي هو dorsal branch بتاع ulnar nerve يبقى بدايتين و نهايتين البدايات بتاعت veins النهايات بتاعت nerves طب الحتة بقى اللي هي مع زرها تريد تعرف صعبة شوية اللي هي deep relations الحياة يا جماعة هو عندي مساحة كبيرة deep 2 زى اللي هو extensor written a claim الحياة المساحة دي لو هي communicating مع بعضها يبقى كده extensor written a claim ده ما قداش الغرب بتاعه ليه؟ هتجي تحرك ايدك او كده هيحصل crowding حتى تستعم attendance مع بعضها وحتى تعرض مع بعضها اذا هو مقسوم ب partitions اهوت اللي هو fibers سبتة بيتقسم الى ستة compartments العد بتاعي from lateral to medial first second third fourth fifth and sixth طب المفروض بقى اللي بقى عارفين كل compartment مكانه فين وايه اللي اللي بتعدي من تحته اول compartment اللي هو اللي بشرع عليه دوت مكانه فين lateral لل styler process بتاعه ال radius وبيعدي فيه اول اثنين long attendance to the thumb اللي هما abductor polishes longest وال extensor polishes previous طيب هسيبني من second compartment وحنط على طول على third compartment وبقولك ده موجود medial to the dorsal tubercle حتة نطوع عظمي كده موجود على lower end of the radius third compartment موجود medial to the dorsal tubercle طيب اول واحد وشايف نفسه اللي هو مين اللي هو extensor polishes longest يلا نكمل بقى اللي فاتنا بالترتيل حاجة لل second compartment ده بقى ده حبيب ال radius ماشي على الباك بتاع ال radius ماشي ويعتبر في نفس الوقت lateral to the dorsal tubercle طب ليه بقول حبيب ال radius لان هو ماشي عليه العضلطين اللي فيهم كلمة radialis اللي هما extensor كارباريدياليس لونجس وا extensor كارباريدياليس بريفلس طيب وصلنا الى اللي هو الفورس كومبارتمينت رقم 4 ده وبيعدي فيها 4 structures اللي هما ايه اللي هما الاكستنسور ديجوتورم وايه الاكستنسور انديشز وبسط التضارب هنا بيعدي فيه بستيريور انتراوسيس نيرف وانتيريور انتراوسيس ارتري بيسيب ويرحمش فيه البستيريور كومبارتمينت يعادي في الفورس كومبارتمينت ديب تو زا اكستنسور ماشي؟ طيب هو الحقيقة الوصف بتاع مكان وفين اللي هو الفورس كومبارتمينت اللي أنا ناسيتها قولها هو مالوش وصفة معين فنقول له هو اتلايز ميديا لتو زا سيرد كومبارتمينت حال فيفس كومبارتمينت هو مش لقيه انه مكان هو عبارة عن المنطقة بس اللي بين الريدياس والقلنة طيب هيعدي فيه مين يا جماعة هيعدي فيه العضة الوحيدة بقى اللي هي اللي أنا بحبها وانتو بتحبوها جدا برضو زي الاكستنسور دي جي تي ميني اخر كومبارتمينت ده موجود على الباك بتاع القلنة ما بين الهيد والستايلر بورساس بتاعتها ده كده سيكس كومبارتمينت واكيد هتعدي فيه العضلة بتاعته اللي هي اسم على ما يسمى اللي هي الاكستنسور كارباري النارس الفونكشن بتاعت اللي هو الاكستنسور تناكلم انا بصراحة مش هقول فيها ولا كلمة لان زي ما شرحتها بالنسبة لفكسور تناكلم هي نفس الفكرة بالنسبة للاكستنسور بتناكلم محطة اللي جاية بتاعت البالمر ابنيروزيس الحقيقة هي اسم على ما يسمى ما اقولك بالمر يبقى حاجة اكيد موجودة في البالم بتاع الهند ابنيروزيس يعني غشاء قوي ايه بقى البالمر ابنيروزيس ده هو بقى عن تريانجولر سيكننج من الجيب فاشيا اقول تريانجولر يعني له ايبكس والله بيز الايبكس بتاعته ماسكة فيه التندرم بتاع اللي هو البالماريس لونجس والبيز بتاعته بتنقسم الى اربعة باندس كل باند ترجع تتقسم الى اناظر دو باندس بتمسك فيه اللي هو الفاشيا اون ايتش سايد اوف زا ميديال فور فينجرز لاحظ هنا عشان ما تقامل بينه وبين البلانتر ابنيوزيس الموجود في الفوت ان هنا مش ماسك في الصم ليه؟ انا محتاج فري موفمينت اوف زا صم طيب هي الحياة السايدز بتاعته بيطلع منه حاجة اسمها اللي هو ميديال اندلاتر الانتر ماسكولا سيبتا ودول بيساعدوا في تقسيمة معينة كده اسمها هاند سبيسيس والحياة دي يعني هي بيدرسوها اللي هو بوست جرادويت فمش مش هاقسقل عليكم بشرحها هنا ولا حاجة فايدته ايه اللي هو الفليكسور البالماريس ده طبعا بيحافظ على وطبعا هل بيساعد في الفليكسور اه طبعا الرسم الدياجراماتيك ده هو رسم ايضا رائع مش عشان انا اللي عامله بس انا حاس برضو انه هو معبر جدا يسأل لو تعمل منظر ده كده واتعلوح ليه منظر جمالي حلو جدا هيفتح نفسك على المذاكرة اما تحطه قدامك كده على الحيطة اخر حاجة بقى المنطقة بتاعة الشمة والعياذ بالله الاناتوميكال سناف بوكس ايه المعصوب الاناتوميكال سناف بوكس ده؟ هيبقى الحفرة موجودة على على الاترال سايد وزا رست اما هي الصمب كده تبدأ تشد وكده يبقى ميدوين ما بين اكستنشن وابدكشن هيبتدي يحصل هنا حفرة كده هي الحفرة ديت هي دي بنسميها اناتوميكال سناف بوكس سناف اللي هو بتاع تشام طيب ايه الباونز بتاعتنا؟ الكي بوينت هنا عشان نفهم الباونز تخيل ان الشخص اللي قدامك ده حاطت ايده في الاناتوميكال بوزيشن انا وقف في الاناتوميكال بوزيشن وبناء عليه الحاجة اللي حب اعبر عنها دايما هنا واسهل بها اقولك اما بتوقف طبور في مدرسة القصية بيقف قدام والطويل بيقف فورا ماشي؟ يبقى الانتير باندي بيعملها للعضلطين الأقصر بتوع الصمب اللي هما الابدكتور بوليش زلونجس والاكستنسور بوليش زلونجس طب وأطول واحدة تعتبر مين يا جماعة اللي هي تعتبر بقى بوستير اللي هي الاكستنسور بوليش زلونجس فبوستير في نفس الوقت ميديا والانتير تعتبر في نفس الوقت يا يا جماعة لاترا طب قلقت الانتير والبوستير باندن تعالت خير من المنظر ده كده بس نتحطه فيه اللي هو الاناتوميكال بوزيشن نفس الكلام طيب حكراك هنا على البوندرز بالنسبة للروف الروف بيعدي فيه اللي هو الكيفالي جفين طب والفلور الفلور الحياة فيه عظمتين فيه محرف الاس اللي هو الستايلوب بروسيس بتاعة الريدياس ومعها الاسكافورد وبنلاقي انه بيمشي على الفلور اللي هو الريديال أرتري حنا قلت تكبر الرسمة ديت يا سلام بقي هنا اللي يوقف الفيديو ويبدأ يعني ايه مش عايز قولي يسمعها يبدأ يشرحها النفسه تاني الحياة دي طبعا انا عرفتوا بتحبوا جده الحياة الانيميت الديت ده كده بيبينني هنا بشوف يشرح لي بقول لي الحفرة ديت اسمها الاناتوكال سناف بوكس وبص الباوندرز شوف اه اطول تندن اهو شوف مسالك معه الغاية الترمنال فالنكس وقادي الهينتون زيين لوصارين نواصل غاية هنا وقادي الحفرة دي هو ده الاناتوميكال سناف بوكس طيب اللفظة يا جماعة اتكرر جدا عندنا يقولك extensor expansion extensor expansion والحقيقة انا اعتقد انتو حفظتوها مني اقول لك ما هو الا ان هو عبره عن التندن بتاع الاكستنسور ديجيتورم بس بيبقى فلاتنت وايه اللي يحصل فيه بيحصل فيه بيحصل فيه وقلتلك افتكرها دايما بلعبة شد الحبل انه هو كل اللي بتمسك فيه مجموعة اخرى من العضلات يبقى ده بيقوي الشد بيقوي الاكشن بتاعه الحقيقة اللي هو التوزيع بتاعت كل المجموعة المكونة او اللي بتمسك فيه الاكستنسور لكل واحد من الميديا مختلفة عن التانية فيعني انا بقى مش هاد اسمع طبعا قدامكم التكست موجود اهوت وانت ممكن بقى تعبر عبر عنده برضو بالرسمة دي فقط ال D بتمثل اللي هو الاكستنسور ال L بتمثل الاكستنسور ديجتي مينيمي حبيبتنا وبعدين يقابلها من احياء دي اكستنسور انديشيز افتكر دايما لعبة مخاصم ومصالح ماشي وممبع كده عندك ال انتر او سياي وادي التوزيع بتاعتهم ما بين اللي هو بالمر انتر او سياي وفي حتة هنا هي مضحكة يعني نفس انا هقولها هو طبعا ده ما اكثر الملتوبات شويس كويتشنز في هذه الجزئية واللاحظ برضو ان عندنا زيه موجود في الفوت برضو عندي اكستنسور اكسبانشن خاص بالتوز اللي هي صوابع ارجلية احنا الحقيقه في جامعة اسكندرية يعني هي حاجة فاني في سنة من السنين كده جالهم كمية اسئلة انا مش فاكت انا اربع خمس اسئلة على الاكستنسور اكسبانشن سواء في الابا لمب او في اللواء لمب وكان شعار الطلبة في الدفعة ده ده كان اسمه مسمين امتحان الاتوي بتاعنا امتحان الاصابع لو في حد منهم ساماني دلوقت حيبتكر جدا الوقعة الطريفة ديت اهدي اجري معي الشكل بتاعه الاكستنسور اكسبانشن اهوت ونشوف ازاي التندنز بتمسك فيه وبأكد للمرة المليون العبارة الشرية بتاعتنا اهدي الاكستنسور ديجيتورم وبقول لكم ان الاكستنسور اكسبانشن ما هو ما هو ما هو ما هو الا التندنز بتاعت الاكستنسور ديجيتورم وكده خلصت اللي هو الفيديو رقم ثلاثة اللي خاص به الامبورتانت ستركشورز اند ريجونز افزا ابرلمب اعتقد ان طريقة المراجعة الافضل انها تكون بهذا الاسلوب ده من وجهة نظري طبعا كل واحد له شخصيته المستقلة ويعمل اللي هو عاوزه بس انا شايف المراجعة تبدأ تاخد المسز على بعضها تبدأ بقى تربوط الارتز على بعضها تربوط الفينز على بعضها تاخد الريجونز احنا قلناه دي كلها على بعضها كده وراء بعض سيريلي وتبدأ تزمعهم لنفسك تبدأ تحلي اسئلة مالتوبت شويز الحقيقة انا مساجل الفيديو ده كده الساعة خمسة الفجر قبل منزل الشغل انا حريص جدا ان انا عايز اقل اخلص الست فيديوهات المراجعة بتوع الابرلمب في الفترة الوجيزة ديت عشان انا عارف ان ممكن اللي يكون بيشوف الفيديو ده الوقت يكون ابتدى عنده في كليته المانهج بتاع اللواليمب والسؤال الشهير هزاكر ابر ولا زاكر لوار انا رأيي اذا كان بدأ اللوار لازم غصبا عنك تزاكر لوار عشان تقدر تساير الكلية وتساير العملي واستحالة انك تسيب الابر لازم تعمل ريفيو عليه مرة واثنين وثلاثة علشان يثبت ولازم تحل معاه اسئلة عشان نحصل على التأدير الشهير بتاعنا اللي هو امتياز ان شاء الله حالي شكرا شكرا اشتركوا في القناة